تعتبر الوحدة ركيزا من ركايز مقاومات الوطن وأساسا من أسس تطوره وتقدمه وهو نتيجة تلاحم الشعب مع قيادته كما أنها الأساس في استقرار الدولة ونمائها يقوم عليها البناء الوطني السليم وتشكل هدف التنمية السياسية وقايتها الأولى وهي تمثل بحق هم الثوابط الوطنية وأكثرها إلحاحا وحيوية إنها تبرز قصة الحضارة التي تتوالى فصولها مع تعاقب الحكم على البلاد مما يجعل من قيمة الانتماء أمرا مسلما لها جزورها التاريخية وانتداداتها لحماية وضمان الاستقرار وتعتبر الوحدة قيمة من القيمة الوطنية الخالدة التي يعمل الجميع شعبا وحكوما وقيادة على تقويتها والحفاظ عليها فهي من مكتسبات الوطن ومعايير التمييز والاعتبار قال الباحث والكادب الصحفي حالي يحيى أن هدف كل دولة هو الوحدة والشراكة والتنمية المستدامة والاستفادة من الموارد الطبيعية ليس هناك خلاف أصلا بين مجتمعات دول القرن الإفريقي لكن ربما التدخلات السلبية باتت تعمق الأزمات الداخلية في دول القرن الإفريقي لذلك البحث عن الوحدة والشراكة والتنمية المشتركة بين دول القرن الإفريقي والاستفادة من السروات الطبيعية هذا هو هدف كل دولة لكن الإشكالية الكبيرة أن الأياد الخارجية أصبحت ممدودة بشكل كبير جدا أو مؤسرة بشكل كبير في سياسات هذه الدول وقال أن دول الجوار هي أقدر على حل حالة المشاكل الداخلية دول الجوار أقدر على حل حالة أزمات الداخلية أسيوبيا ربما تعطينا مثلا حيا لكيف أنها قامت بحل الأزمة الداخلية عبر حوار بريتوريا مثلا فلذلك نحن أيضا في السودان قادرين على أن يكون هناك حلا سودانيا سودانيا دون تدخلات خارجية لكن لا بد من الاستعانة بخبرة أسيوبيا بخبرة دولة أخرى هذا ليس فيه عيبا أو ليس فيه قبول فنتمنى أن يكون هناك وفاق سياسي دائما بين دول القرن الإفريقي أن تكون هناك وحدة حقيقية أي شعب في هذه الدول يريد العيش الكريم يريد الأمن يريد الاستقرار يريد أن يخرج صباحا ويعود سالما غانما مساء وأضاف أيضا أن منظمة الاتحاد الأفريقي والإيقاد تم إنشائهم لأهداف استراتيجية وتنموية وأيضا لأهداف الاستقرار السياسي في عضاء البلاد هذه المنظمات طبعا أنشئت لأهداف استراتيجية لأهداف تنموية لأهداف الاستقرار السياسي لكن إذا ما نظرت في الفترة الأخيرة الاتحاد الأفريقي بات يعاني كثيرا جدا في إمكانية تعزيز الوحدة الأفريقية لكثير من الأسباب على رأسها عمليات الانقلابات التي تحدث من حين لآخر في هذه الدول الاتحاد الأفريقي دائما يحارب تغيير أي نظام عبر القوة